هيا يا أطفال هيا نماتيا وقوم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا طبيقة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بيها عبرة حكمة مثل معلومات وبيها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي شكرا 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 أحبائي إذن عمو ياسي دعو فرحان بزاف ليركم معنا اليوم وانتمكم فرحانين إذن مرحبا بكم وانتم يا أحبائي ليركم تشوفوا فينا وحبيتوا تفرحوا كما أصدقائنا ليرمهنا وتحضروا معنا مع لكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمو ياسي للتسجيل بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو ياسيد بونت كوم تضغط على الزرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني مرحبا بيك إذن أحبائي لما تسجلوا عمو ياسيد رح يتصل بكم عبر الهاتف ولا عبر البريد الإلكتروني إذن قليلا من الصبر وسوف يارينه الهاتف أحبائي في بداية كل حصان استقبلوا ساعي البريد لجبنا بريدكم يا أطفال لترسلوا عمو ياسيد عبر موقع الانترنت عمو ياسيد بلضغط على زرار أراء ومراحضات إذن استقبلوا معي يا سهيب تعالى تعالى مسائل خير يا أطفال مسائل خير عمو ياسيد مرحبا مرحبا سوهيب وش رأك مليدي لا بس لا بس سوهيب أصغر ساعي البريد وشبت الناس سوهيب البريد البريد تاستيقظنا الأطفال ضعه في علبة البريد باش عمو يزيد من مادرح يقرهم لكم يا أخي إذن حبائي في بداية كل حصة نتكلموا على أيام عالمية ودولية بهمنا مع السلامة يا أطفال شكرا شكرا سوهيب شكرا في هذه الفترة هذه كين يوم مهم جدا يوم 4 فبراير يعني 4 فبريه هو اليوم العالمي ضد مرض السرطان على باركم يا أحبائي مرض السرطان مرض خبيط ومرض يؤدي بحياة لعديد من الأشخاص إذن في كل 4 فبريه نتوقف باش نشوفوا العالم كله يتوقف باش يشوف يدير حوصلة وين وصلت الأبحاث وين وصل أبحاث في مجال دواء مرض السرطان الخبيط زيادة اليوم العالمي لتضامن مع مرض السرطان اليوم العالمي ضد مرض السرطان كين يوم 6 فبريه 6 فبراير اليوم العالمي بدون هاتف نقال لأنهم شفوا باللي الإنسان يبالغ في استعمال الهاتف النقال بالمرات طول اليوم لساعات وساعات وساعات شفوا باللي فيها أشعة مضرة إذن داروا هذا اليوم باش يحسوا الناس باش ينقصوا شوية من الاستعمال استعمال يعني المبالغ للهاتف النقال إذن لازم تردو بركم يا أحبائي بالاستعمال بتاع هذه الآلات الهاتف النقال والطابلات والحاسوب إلى أخير أول شيء مول في النبدا به هو سؤال اليوم أو لغز اليوم تحبون الألغاز والهدايا تحبون الهدايا أكثر إذن سؤال اليوم يقول من هو أول من بنى الكعبة الشريفة وعيدوا سؤال أول من بنى الكعبة الشريفة من هو إذن أحبائي إذن تشوفوا فينا ثم كذلك تقدروا جاوبوا على هذا السؤال عبر موقعي الأنترنت بهذه الطريقة إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إذا تروح الانترنت تكتب عن ميازيد تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارات ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذن تفكروا لغاية نهاية الحسة على بريد بني شاطرين أنتم والأصدقاء اللي هم يشوفوا فينا وإحنا نروحوا مع ياسمين نكتشفوا شخصية ابن بطوطة تفضلي ياسمين تفضلي تحية لي ياسمين بسيارة يا أصفال اليوم سنحكي لكم عن حياة الشخصية ابن بطوطة ابن بطوطة هو رحال مسلم ويعتبر من أكثر الرحالة المسلمين شهرة وبسبب المدة الكبيرة التي أنظاها في ترحله وهي 28 عاماً فقد أطلق عليه اسم شيخ الرحالي ولدى ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية عام 1304 ميلادز بدأ ابن بطوطة رحلته في عام 1326 ميلادز وانطلق من مدينة طنجة ثم تنقل في جميع بلدان المغرب العربي ثم توجه نحو الشرق حيث زار الجزائر وتونس وليبيا ومصر ومر بالإسكندرية والقاهرة والسعيد وصولاً إلى ميناء عيذاب الواقع على سائل البحر الأحمر وبعد ذلك عاد إلى مدينة القاهرة ليواصل رحلته متوجهاً إلى مكة ساركاً طريق بلاد الشام وبعد أداء مناسك الحج تابع مصيرته إلى العراق وإيران وبلاد الأنظاوون ثم قرر العودة لإداء فريدة الحج مرة أخرى فعاد إلى مكة عن طريق الحجاز مكث فيها عاني وإنتهى بها المطاف ليستقر في دلهي مدة عامين حيث عمل فيها قاضياً للمذهب الملكي عاود الترح ليقوم برحلته إلى غرناطة في الأندلس عام 1350 ميلادي ثم عاد إلى مدينة فاس في المغربي وحذر نفسه للقيام برحلة إلى إفريقيا الغربية عام 1353 فزار طنبوكتو وهقار ثم عاد إلى المغرب وبقي فيها إلا أن توفي عام 1377 رحمه الله في التاريخ العربي والغربي يعتبر ابن بطوطة سائح الإسلام وقد قدرت مسافة رحلته بحوالي 120 ألف كيلومتر وإلتقى بما لا يقول عن ستون حاكم برافو 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 ياسمين برافو إذن أحبائي ابن بطوطة هو شيخ الرحالة كان رحالاً عربياً مسلماً زار عدة بلدان هو اللي كان يجيب التواريخ ويجيب القصص عن البلدان اللي كان يزورها وكامل في القرن الرابع عشر إذن أحبائي بعد هذه الشخصية الرحالة المسلم العربي نحكي لكم على حب الوالدين ولا تقول لهم أفن ولا ترهرهما صدق الله العظيم أحبائي حب الوالدين واجب عليكم البر بالوالدين مهم جداً جداً إذن لذا عمو يزيد لكم أغنياً قل فيها نحبك يا أمي ونحبك يا أبي يلا تغنوها معي يلا تغنوها معي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي يمدي ما ساكن قلبي يلا تغنوها معي يلا تغنوها معي ونحبك يا أبي ونحبك يا أبي يلا تغنوها معي ونحبك يا أبي وسر الفعالاتي موسيقى لا أقول لكم أغف ولا أنهركوا أنا عاملكم بلطف وانت حمراكوما انا عاملكم بلطف وانت عمركو ما انحبك يا امي وانحبك يا ابي حبكم يجري تدمي ودي ما ساكن قلبي انحبك مامتي وانحبك اباتي انتو ما حياتي وسروا سعاداتي يا رب ارزقهما جنة من الجنات واغفر لهما الذنب يا رحمن انحبك يا امي وانحبك يا ابي حبكم يجري تدمي ودي ما ساكن قلبي انحبك مامتي انحبك اباتي انتو ما حياتي وسروا سعاداتي برافو 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 احبائي اذا البرو بالوالدين يا اطفال البرو بالوالدين مهم جدا 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 اشتركوا نروحوا مع امون اردين لجرم المدينة تيارد بالعاب الخفة تحية لعمون اردين تفضل 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 عامون اردين اشتركوا في القناة 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 اللي صبتو طايح في الأرض وكامل خلو قوح خلو وش راه خلو راه ومليح خلو بالصح خلو كان يغني ويغرد ويروح ويرجع وكامل خلو بالصح في واحد النهار جاولي دعمتي جاب لي قفص خلو يديرو في هات القفص وحطو باش يقعد دائما يغني ويبقى دائما يغني ويغرد ويغرد وكامل وش يقول له سحبو خلو في الأول كنت طالق هات العصفور يغرد كما يحب ويروح ويقول لي بس حضركها خلو السم أنت حطيته في القفص وسجنته ورك تاخد التغريد دياله مقابل الاعتناء الليك تعتني به السماء قال له الخير اللي راك تدير فيه راك تطالب العصفور بمقابل أنه يغرد لك لوحدك هو في قفص خلو حرام علش حطيت العصفور في هات القفص ومبعد راح ايه قال يا ربي صح علش سجنت هذك العصفور وكامل ومبعد حكم هذك القفص كيرجع لدار فتحه وسب له العصفور هذك طار يجري هكذا راح فرح بالحرية وكامل وسمعه يغرد وكامل وراح للغابة وراح حسب الليل العصفور هذك كان مسجون عمو يزيد عمو يزيد نستخرص من حكاية اليوم أنه لا يجب علينا أن نسجن الحيوان وقد خلق حرا برافو 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 إذا الأحبائي لا يجب علينا أن نسجن الحيوان وقد خلق حرا إذا لاحظتوا عند عمو يزيد مكان لا قفص ولا سجن كل حيوانات طريقة ما لازمش نسجن الحيوانات باش نستمتعوا بيهم مثلا نسجن صير باش نستمتع بالتغريد دياله ولا هذي شي حرام 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 لا يجب علينا سجن الحيوان يا قي يا حبائي يا الله أرجع الأماكنكم أحبائي الحقنا دركاء الرقنا نحبو بزاف ورقنا ننكت شكولي عندو نكتة جميلة حكيها العمو يزيد شكولي عندو نكتة جميلة نكتة جميلة تعال تعال أقعدوا ديالي واسمك ديالي سيد أحمد سيد أحمد الله يبارك حكينا نكتة ديالي قالك واحد نهار واحد زوج جرجال راحوا لبحر واحد راح يعم واحد عام علش على جلقط برافو 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 شكولي عندو نكتة جميلة؟ نكتة جميلة تعال ابنتي يا روحي أروحي ابنتي ما اسمك ابنتي؟ جريبيا خولود خولود وين سكني خولود؟ سيدي موسى سيدي موسى خير ناس الله يبارك ابنتي كيفة كيفة كيفة؟ اهو بني من الفعيد اهو بني من الفعيد شكرا شكرا تعالي يا روحي تعالي 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 واسمك ابنتي؟ هيبة وين سكني هيبة؟ سيدي موسى سيدي موسى أختك هذي؟ الله يبارك الله يبارك راحتي الجارة راحتي الجارة قالت لها جنيت مثال برح قلت لها قلت لها لكم طفي التلفزيون وuésتت ضربها كيفا كيفا قلت لها لكم طفي التلفزيون كنت تضربها اكي جتنا تضربها طفي التلفزيون برافو 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 أحبائي الحقنا دركا الركن الرسائل إذن بوبي عطينا رسائل تهم أحبائنا لأطفال اللي بعتوهم منها وانتم كذلك يا أحبائي إلا حبيتوا أمو يزيدي قال الرسائل تهم معنىكم إلى توشهوا الموقع إلى الانترنت عمو يزيد بون كوم بالضغط على زرار آراء ومراحضات شكراً بوبي شكراً تحية تحية البوبي تحية أعطونا تحية البوبي الرسالة الأولى عمرات مريم الباتول ثمان سنوات من مدينة المسيلة قد كنت أريد المشاركة في حسة عمو يزيد لأنني أحبها إذن مريم الباتول عمرات من المسيلة ثمان سنوات نحن ثاني نحبك يا بنتي مشاء الله جيت شاركي معنا إذن زرمان عياد محمد شريف 12 سنة من حي جبل الوحي ولاية قسنطينة مدينة الجسور المعلقة قال لك أريد المشاركة في الحسة يا عمو يزيد إذن يا عياد محمد شريف زرمان 12 سنة من مدينة الجسور المعلقة قسنطينة حنتاني نحبك وحتما سوف نتصل بك باش تجي تشارك معنا رسالة الموالية شيبوني سوفيان 13 سنة من مدينة وهران شارع الحدائق 52 قال لكم أريد المشاركة في الحسة وأتمنى أن يأتي عمو يزيد إلى وهران بالطبع يا سوفيان شيبوني رح نجوكم من مدينة وهران وأنتم تاني رح تشاركوا معنا هنا بفرح وصرور الرسالة الموالية برياني منال 30 سنة من مدينة بسكرا قد توم حبيت ندير حفل في بسكرا مع عمو يزيد يا منال برياني إن شاء الله بنتي كيما اليوم عمو يزيد يجي إلى مدينة بسكرا إن شاء الله بنتي نجيكم من مدينة تيارت يا حياتنا سيمة سبع سنوات من مدينة تيارت خروبي نجيكم إن شاء الله من مدينة تيارت وتفرحوا معي ونفرح معكم عمو يزيد يحتفظ بهذا الرسائل اللي يحبها بزاف ودركا الحقنا للجواب عن اللغز من هو أول من بنى الكعبة تعال تعال واسمك ولدي عبد الرؤوف عبد الرؤوف وين سكن عبد الرؤوف جزائي العاصمة جزائي العاصمة شكو نحول من بنى الكعبة سيدنا أبراهيم سيدنا إبراهيم إبراهيم عليه السلام صحيح 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 أعطيه الهدية تعالوا أعطيه شكرا شكرا ببوبي إذن عبد الرؤوف شيبس مهبول رائي هذا البرنامج يعطيك هدية جاوبك على اللغز لأنك شاطر إن شاء الله تستفاد بيها تفضلوا اليدية تفضل أحبائي في كل حصة استضيفوا طفلوا لطفلة باش يحتفل بعيد ميلادوا معنا اليوم عدنا عيد ميلاد ثماني كوثر من الجزائر العاصمة التحقيبية كوثر تعالي بنتي تعالي تعالي كوثر إذن كوثر أنا سنتنا بخمس قاسمات من علب حالي برامي على العنوان صندوق باري 42 ألف الجزائر العاصمة استوالي إذن إحنا نغنلها عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجيبوننا القاتو بتاعك أوثر موسيقى عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد من قبيلك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي لم يتسانا وتعيش أيامها أخرى شرح يا ربي لم يتسانا وتعيش أيامها أخرى موسيقى يا بانين ويا بانات يلنطير فارونا بسهل مراح غني مفرح ونعش أحلى الأوقات بسهل مراح غني مفرح ونعش أحلى الأوقات موسيقى هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها ليلى حلوى يا محلاها بسمك أنت زيبناها ليلى حلوى يا محلاها موسيقى موسيقى بابا وماما يدولوه وصحابه ويبردولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو موسيقى هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنحلوى يا جميل سنحلوى يا جميل سنحلوى 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 يا جميل برابو 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 إذن برابو عمو يزيد يشعلك شمعه وأنتم ما ادلوا معي العدد الثانة زولي عشرة تسعة تسعة ستة خمسة ربعة ثانية ضد واحد يالله تفتيشي ما هيا تفتيش تفتيش برابو 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 إذن بنتي يعطيلي الشهادة تحها كوتر ثماني كوتر عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد تحتفظ بها كذكرة وانتم يا أصدقاء كامل تخرجوا كل واحد ياخد شهادة كهدي يحتفظ بها كذكرة لمشاركته في حصة مع عمو يزيد أعطي الهدية تحى إذن بنتي بما أنك رسلتنا بخمس قاسمات من علب حالي برامي رأي البرنامج جرامي يعطيك هدية عيد ميلادك كما وعدناك وأنا ببقى لإيلا نقول لكم ببقى على خير سنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم بالشروق تيفي في نفس التوقيت نحبوكم يا أطفال سلام لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يازين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يازين أنا وسمني أنيسا جيت من ببطل حابش نشوف عمو يازين ونشكروا اللي استقبلنا جبتهمني وما بشي يحضروا الحصة ونشكركم بزاف على الاستيضافة ويعطيكم الصحة وعيطوا لنا ونفرحني بزاف كتير ومزيالي جيت عند عمو يازين لاختحال عالها الأم إلينا الضف وعامو يازين هاي اتمنى لكم هذا البرنامج برعاية رامي عيد ميلادك أحد العيد تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يازين إذن أجمع خمس قسيمات من علب حليب رامي ضعها في ظرف ورسلها على العنوان التالي وسوف نهديك هدية عيد ميلادك اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يازين حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يازين بالعربية أو باللاتينية بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص كل الحفلات كل اللقاعة الصحفية وأكثر شبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج اشتركوا في القناة